موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكيف وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد فما ذلنا مع تفسير صورة المؤمنون وانتقلنا فيها بين عدة موضوعات يربطها الموضوع الأساسي للصورة ما استهل الله عز وجل به هذه الصورة من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون بيان صفات الإيمان وخلاله وبيان عاقبته وما يكرم الله عز وجل به المتصفين به وبين الكفر والعناد وأسبابه وملاقشتهم وأقمة الحجة عليهم سواء كان في ذلك الذين يكرون أربوبية ولا يكرون بأن الله عز وجل هو خالقهم وهؤلاء كما يعني نعلم كانوا قلة في على عبر العصور والأزمان أو الذين كانوا يكرون بأن الله تركت علىه والخالق الرزق المدبر ولكن يقولون لا بعثا بعد الموت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحلكون إلا الظهر وبالتالي لا حاجة لهم لا في رسالة ولا في شريعة التزمون بها وتلزمهم بأمور لا يحبونها ولا توافق أهوائهم أو نحو ذلك وهؤلاء كان معظم من يناقشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد الصورة المكية ورد فيها ذكر الأهل الكتاب لأنه كما ذكرنا المرحلة المكية شهدت بعض إشارات لإنحرفات أهل الكتاب ذكرت القصة الصحيحة لعيسى ومريم عليه وسلم أنه ورد أن المشركين يستعانوا سواء وفد من المشركي قليش يذهب إلى المدينة إلى يعني مدينة وصف الله صلى الله عليه وسلم أو كان أنا ذاك فما يثرب يسأل اليهود عن أشياء يعجزنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حد يهود يأتي لمكة لسبب أو الآخر فيطلبنا منه أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال كما حدث في يعني ما يروى من الكلام على الآيات التي نزلت في شأن مراحل خلق الجن أو نحو الآيات ذكرت خلال الإيمان ثم انتقلت إلى مناقشة هادئة متدرجة مع المشركين فبتذكيرهم بأن الله هو الخالق ذكرت مراحل خلق الجنين وذكرنا ان دي انتق يعني كانت فيها حجة لبيان قدرة الله تبارك تعالى لكل من سمعها في زمن النبي سلم وإلى يومنا هذا وفي العصور الحديثة زادت فيها حجة على صدق القرآن وإن فيها يعني أمور لم يكن يعلمها بشر في زمن نزول القرآن فلابد أن تكون هذه من عند الله تبارك تعالى وليست من تأليف النبي سلم كما يزعم المكذبون للنبي سلم والمكذبون للقرآن الآيات ذكرت الخلق الإنسان ثم الخلق الكون ما في ما خلق الله في الكون من أغور يصرها للإنسان ذكر منها الأنعام ثم بعد ذكر الأنعام الأنعام طبعا يعني لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلونه جملة هذه المنافع الكثيرة حمل الأمتعة ونحوها على الإبل فذكر الله تركت له وعليها وعلى الفلك تحمل وذكر الفلك يعني ناسب أيضا يعني من الأغراض المطلوبة في ملاقشة هؤلاء المعاندين والمكذبين أن يبين لهم التوحيد وعاقبة والشجر كوعاقبة فبصفة عامة ذكر أحوال الأنبياء السابقين وأحوال الأمم السابقة مقصد رئيسي من مقاصد القرآن وذكرنا ربما في المرة الافتثنائية اللي احنا كلمنا فيها عن الفاتحة كيف إن الفاتحة فيها معظم مقاصد القرآن كان من ضمن مقاصدها ذكر الأمم السابقة فهدنا الصراط المستقيم ثم وصف بماذا بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دي إشارة لكل أتباع الأنبياء الذين شاهدوا لله عز وجل لبلوحذانية ولرسولهم صلى الله وسلم عليهم بالرسالة وأذعنوا وآمنوا طب غير ذلك الذين عاندوا الرسل أو كذبوهم أو حرفوا وبدلوا بعد ما يعني ماتت الرسل وعبدوا الأنبياء من دون الله أو الملائكة أو حرفوا الكتب أو كتبوا الكتابة بأيديهم وقالوا أنه من عند الله المهم طبعا الفتحة ليست مجال تفصيل ولكن ذكرت أن العبد صلى الله تركت على أن يكون أن يهديها صراط الذين أنعم عليهم صراط الذين نعمت عليهم وبيستعيد ويرفض ويفر من صراط المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الظالم يبقى حتى في الفتحة كان الإشارة لهذا فهنا الآيات انتقلت بين انتقال سالس جدا وإحنا قلنا ده جزء من البلاغة جزء من البلاغة إن يكون الكلام إذا قرأت سهل في القراءة إذا سمعت مستلذ في الأذن إذا تدبرت تجد المعاني يأخذ بعضها بثمام بعض ويسلم بعضها الآخر فتستقر في الذهن كل دي من عوامل طيب البشر إذا أراد أن إذا تدبر جدا في الألفاظ عايز جيب ألفاظ جزلة يفوت التركيب وإذا جاب التركيب يفوت الواقع الصوتي للتركيب إن يكون بيخدم المعنى وإذا هذه قدرة البشر الله ترك تعالى يعني كلمنا عز وجل بكلام بلغة نحن نفهمها بلغة من جنس كلام البشر بلغة العرب ولكنه عز وجل تكلم بهذا الكلام يعني الذي يستجمع كل هذه الصفات الصفات الجلال والكمال بفضل الله تبارك تعالى فانتقلت بينا الآيات في قصص الأمم السابقة وخذت جولة طويلة جدا أو يعني مرورا من أول نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ثم عودة مرة أخرى للتذبر والتأمل في خلق الله عظيم خلق الله تبارك تعالى للاحتجاج به على أنه الرب وقلنا يعني المنكرون لهذا في زمن النبي السلام كانوا قلة ولكن القرآن يخاطب الجميع ففي إشارات وأدلة لهذه القضية والقضية الأخرى أن هذا الخالق حتى اللي يقول أن الله عز وجل هو الخالق تمام ولكن لماذا يعني تستعجب من أنه يعيد الخالق طالما أنك تقرأ أنه بدأ فبزعت الآيات مرة أخرى تعود للكلام على آيات كونية تثبت قضية الربوبية وتثبت قضية البعث يعني سنكتفي إن شاء الله بهذه المرة يعني عدد وجيز من الآيات عشان نبقى إن شاء الله المرة القادمة نبتدي الفقرة بتاعة تقريرهم تقرير القرآن للمشركين بما يقرون به فعليا من التوحيد الربوبية من الاعتبار من قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون ولكن نحن اليوم شرط نأخذ من قول تعالى هو الذي أنشأ لكم السامع والأوصار والأفئدة قائمة ما تشكرون إلى يعني قوله عز وجل في قول المشركين لقد عدنا نحن وآبونا هذا من قبله إن هذا إلا أساطير الأول نسمع الآيات ونتناول تفسيرها بعد ما تكلمنا بصفة أساسية على الارتباط بينها وبين ما قبلها وما بعدها طبعا واضح جدا إنه بعد الكلام كله يعني الدعوة للتأمل ولكن الانتقال لمرحلة أخرى من مراحل الملاقشة وهو تقريرهم وانتزاع الحجة على لسانه فده الارتباط بين هذه الأربع آيات وبين وما قبلها وما بعدها نسمع الآيات ثم نتناول بقى معناها اللي احنا بنقول دايما هنبقى عايزين نركز عليه أعرف المعنى الإجمالي المباشر منطوق الآية ده الحد الأدنى من التفسير واتعلم بعد كده ما زاد كل ما ربنا يصر لي أتعلم زيادة حفهم القرآن أكتر حتأمل في القرآن أكتر لكن ده الحد اللي لو عايز أقول حاجة اسمها تأمل أو تدبر أفهم معنى المباشر لما نقول وذلك اللي هنقول وهنقول بعض الفوائد ما هنشأ الله تركتها نسمع وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه ذحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون يقول عز وجل وهو الذي أنشأ لكم السمعة والأرصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل في التفسير الميصر هو الذي أنشأ لكم السمعة لإدراك المسموعات والأبصار لإدراك المرئيات والأفئدة لتفقه بها ومع ذلك فشكركم لهذه النعم المتولية عليكم قليل لا يذكر طبعا هنا المعنى الإجمالي الآية يعني واضح جدا الألفاظ معاني المفردات كلها مستعملة عندنا بنفس معانيها وبالتالي كان المعنى الإجمالي للآية تقريبا حكاية نفس ألفاظ الآية مرأة ثانية ممكن حد يتوقف عند كما توقف الطالب بن عشر رحمه الله عند إفراد السمع وجمع الأبصار والأفئة فقال هو أمامنا أمرين طبعا هنا مهم جدا أنت عشان تعرف الفوائد في كل عبارة في كل لغ ده لو أنت بتكلم مع واحد من البشر فصيح ومليخ فأنت مفترض بدايما يعني قراراته مبنية على يعني دوافع بلاغية أو لها معاني فبتوقف وتسأل نفسك لماذا أفرض هنا وجمع هنا لماذا قدم هنا لماذا قدم ما حقه التأخير لماذا أخر ما حقه التقديم وهكذا طبعا ده في القرآن وده باب التدبر يعني أحد أبرز الأبواب اللي بتكون العلماء المتقنين للغة ومتقنين لتفسير السلف وبيحاول يفرع عليه بعض إضافات لغوية فأقول الله إحنا وقفنا هنا لقينا إن السمع مفرد والأبصار والأفئدة جمع فالإما يكون العبرة لغوية إن السمع مصدر والمصدر دايما بيجي مفرد وكأن المقصود الجمع باعتبار الناس لأنه بيكلم مجموع فلاهم أبصار ولهم صح في اللغة إن المصدر لا يجمع هذا معنى ومعنى لغوي يبدو قريب جدا بيقول معنى تاني ممكن فيه درجة تأمل شوية بيقول هل يعني يمكن نقول إن الآية تشير إلى أن التنوع في الإدراك في الأفئدة شديد جدا بحيث إنه إذا منكلم مجموع نكلمهم على أفئدتهم لأن كل واحد له إدراك وفهم مختلف والأبصار كذلك يعني كل واحد له نظرة بيدرك التفاصيل ده لا يدرك وإن التفاوت في السمع مش كبير وارد تكون ده معنى من المعاني التي تحتملها الآية لكن عموما إذا طرحنا سؤال أو يعني لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة فربما كان المبر اللغوي في أن السمع مستعمل هنا المصدر والمصدر لا يجمع وهذا أقرب وهناك في نكتة يعني تحتاج إلى درجة تأمل فيها لعله الإشارة إلى أن التفاوت في الأبصار الأفئدة كبير جدا فإذا خطب المجموع به ناسب أن يجمع هذه الأشياء وإن السمع يكاد يكون التفاوت فيه مش كبير ثم يقول عز وجل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشر قل في التفسير المصدر الذي خلق جميع الناس في الأرض طبعا دي مش المعنى المباشر لكلمة ذرع ذرع يعني بث نشر فهو خلق الناس يعني هو هنا طبعا بيستحضر معنى الخلق هو كيف بثهم أنه خلقهم يعني قدر أنه هذا يكون هنا وهذا يكون هنا وهذا يعني طبعا نحن عرفين الخلق أن آدم عليه السلام خلق من سلالات من طين من طين من طقة من مجموعة أطيان ثم وإن الحواء عليه السلام خلقت من آدم ثم كان النسل آدم وحواء من ماء مهين كما تعلم فبقى أبناء آدم ثم البشرية عادت تنقسم فبطر هو الذي قدر وخلق قدر لهؤلاء أنهم يسفروا وخلق لهم بالإبل تحملهم هداهم إلى صمع الفلك تحملهم وقدر لكل البشرية أنها تنتشر بهذه الصورة فالظراء الناس خلقهم في أماكن متعددة أو خلق لهم وسائل الانتقال لأبناء آدم عليه السلام أو كل جيل كل تاريخ انتشار البشرية على وجه الأرض كل دي ذكر يعني صور من قدرة الله تبارك تعالى صور من مظاهر خلقه عز وجل للإثبات الربوبية ولإثبات المعاد وقلنا كان معظم الناس بيقروا بأن الله تبارك تعالى هو الخالق بالدلالية الآيات التي بعدها على طول اللي نقرنا منها آية واحدة وإن شاء الله في الغد سيبقى لنا هذا المقطع كاملا بإذن الله عز وجل لذلك يعني ذكر الله ترك على الأمر والحج في عبارة وجيزة جدا وهو الذي ذرعكم في الأرض دمتنان منه عز وجل لنعمة الخلق ولنعمة يعني توسيع الأرض على الناس ونحو ذلك وإليه تحشرون كما أنه بثكم بثا يجمعكم جمعا يبقى يشوف المقابلة المقابلة التي تؤكد المعنى وتوضحه من باب أنه مع هذا التقابل بين الظرع والحشر بين البث والجمع إلا أنه ثمت أمر مشترك بينهما أو إيه هو أن الذي قدر على الخلق أول مرة قادر على الإعادة أن الذي خلق على الظرع والبث قادر على الحشر ومن ثم تضمنت هذه الآية بالعبارة لطيفة جدا شوف يعني وأنت تقرأها يعني في سلاسة فيها حجة لما تحب تشرحها بقى تقعد تقول يعني خمس ست جمل زي ما احنا قلنا كده عايز تقول بقى تصوقها صياغة منطقية هتقعد فيها كذا عدة صفحات وهي في الآخر حجة تخاطب العقل والفطرة لسلاسة وجاية بقى في الصياق اللي مفروض لو إذ الإنسان بيطلب الحق يكون قلبه لان بكل ما ما يسمعه وده اللي مفروض ان احنا لما نقرأ القرآن بتضبر وتأمل ان يكون غرضنا ان احنا نصل الى هذا بفضل الله تبارك تعالى وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقل يقول وهو يقول في التفسير ميسر وهو وحده الذي يحيي من العدم ويميت بعد الحياة وله تعاقب الليل والنهار وتثاوتهما افلا تعقلون قدرته وحدانيته برضو المعنى واضح بقى ان احنا يعني نحاول نتأمل حاجة كذا هو افلا تعقلون مناسبة ايه لما قبل يعني وطبعا ما تختم به الايات ده جزء كبير من مفاتيح التفسير ومن مفاتيح التضبر افلا تعقلون وكما ذكرنا الرجل العربي صليقة ولذلك يعني القرآن نع عليهم في الايات التي تناولناها بالامس انهم لم يتدبروا القرآن افلا افلا يتدبروا القول ليه احنا وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده انه هل الكافر مخاطبين كان مخاطب بتدبر القرآن وهل ده احنا بنجي النهار ده منقول ايها المسلم عايز تتدبر القرآن اعرف على الاقل القدر اللي اتعلم التفسير والقدر اللي انت متعلمه هو ده اللي تتدبره تتدبر فيما تعلم من معاني القرآن طب والكافر كان هؤلاء عرب اقحاح عربي صليقة وبالتالي يفهم كل الكلام اللي احنا بنقول ده طيب الاشياء التي بيانها النبي سلام احنا ان في جزء التفسير في عهد النبي سلام كان في جزء مطروك ما ما نزل به القرآن على ما تتكلم به العرب من كلامها بذات المعاني فهم والصحابة مكنوش محتاجين في تفسير طيب اللي هو المعاني الشرعية الخاصة الفضل الامان والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك بيانها النبي سلام هو الكافر ما كانش مطلوب منه كلام ده وحتى لو مطلوب كان النبي سلام يكلمهم ويدعوهم ونحو ذلك لكن هم كانوا يقدروا يتدبروا ويتأملوا في هذا طيب هل هم فقهوا القرآن لا طبعا لأنهم متعلموش كل ما قاله النبي سلام من تفاصيل وبالتالي ولكن المواطن التي خطبتهم بحجج الربوبية أو حجج البعث عن حذلك هي حجج عقلية صيغة صياغة يعني موجودة في عبارات أدبية بليغة هم يستطيعون فهمها ويستطيعون أن يقفوا عندها ويعني بلغت من قلوبهم وعقولهم مبلغا لما سمعوها وقلنا خلينا دايما فكرين أن من أبلغ الشهادات في بلاغة القرآن شهادة الوليد بن المغيرة رجل بليغ صلى الله وعلى كتعالى ليسمع وينباهر ويتأثر ويقول والله إن له لحلامة وإن عليه لطلا وده كده الصياق حل بيسمعه بيستريح له بل يعني يكاد يكون يتذوقه يكاد يجد حلاوة له تتذوق طب المعاني وإن أعلاه لمثمر ده له معاني عظيمة جدا والمعاني دي لها أصول مبنية على أصول وحجج وليست إنها إطلاق معاني سدقوها شئتم أم أبيتم ولكن إن أسفله لموضق طيب هنا اللي جرنا للكلام ده إيه إن الرجل العربي الصليقة حيقول أفلا تعقلون دي هو جيد يعني ماذا كان قبلها ليطرح هذا السؤال الذي كان قبلها تقرير يعني جمل خبرية الله هو يا الله عز وجل الذي يحيي ويميت الله له اختلاف الليل والنهار والمشركون مقررون بهذا أفلا تعقلون أتيتم بهذه أقررتم بهذا ولم تأتوا بلازمه إن إذن أفلا تعقلون هذا الاستفهام في حد ذاته اللي أصلا ودي الآفة اللي احنا بنعاني منها أن لغتنا الأصلية ليست العربية الفصحة الفرق اللغة الأصلية اللي انت متمكن منها جدا متمكن منها جدا بمعنى وانت بتسمع كده ما فيش حاجة بتعدي لا اسم ولا فعل ولا حرف ولا حتى نبرة ولا يعني ضغط على الحرف أنه هنا تضغط عليه عشان يعلى أو يوطى أو كذا أو كذا كل الكلام ده بيترجم طلقائيا من تبزل فيه مجهود للي قاله محتاج يقعد يشرح لك خد بالك أنا هنا قلت كذا ولا غيره محتاج يشرح لك لما بتيجي تاخد لغة جديدة عليك ما هيش لغتك الأم بتقعد تتعلم مفردات وتتعلم مثلا وتتعلم انجليزي بتعلم نحو جرامر وتقوم تنشئ الجملة فلما تيجي تتكلم تلاقي نفسك بتتكلم أو تكتب على الأقل بتكتب المعنى اللي في ذهنك بيتعبك شوية برضو لأنه مش بيجي على طول المفردات مش كتير قوي في ذهنك الفروق الدقيقة من كل المفردات الأكتر بقى لما تسمع أو تقرأ هل انت أدركت هنا ولذلك يعني مش كلمك هنا على ان انت مثلا لو انك طبيب أو مهندس أو أي حد من اللي بيدرسه أو بيضطروا يدرسوا مراجع أجنبية لأنها ما فيهاش كلام أدبي كتير لكن تعال شو بقى لما تيجي تقرأ كلام أدبي هتلاقي المشكلة تكفين في الترجمة الفورية لكل الفروق بين الألفاظ والتقديم والتأخير والكلام ده كل طبعا ده في لغة العرب يعني بحر لا ساحل لا ولكن موجود لو نماذج في اللغات الأخرى هنا فالقضية لما بنبعي لأن اللغة العربية المفروض تقرأ يعني تقرأ القرآن تقرأ حديث النبي السلام تقرأ كتب العلم أهل العلم لغاية ما تبقى أنت اللغة دي بقيت بتفكر بيها بقيت يقوم أنت هتقفين أفل تعقلون مباشرة هتقول مناسبتها إيه ده اللي قبل منها حقائق مقررة يبقى لازم في حاجة ده هنا الإشارة طبعا ولازم أنت أي كلام بيفصر لازم تبقى عارف المخاطب والمخاطب لأنه في حاجات كتير في التفسير بتتفهم من هنا فهنا نتيجة أن ثمت النزاع عند المخاطبين في قضية البعث فالإشارة هنا أفل تعقلون تشغلين بالكم أنكم قلتم أن الله يوحي ويميت وأن الله اختلاف في الليل والنهر طبعا دي كلها آيات اتكلمنا في مرة عن التفسير العلمي هل هنا أقفل يعني أجي تحت الآية دي وأقول يعني خلق الإنسان طبعا قلناه ده أقول بقى يعني خلق النباتات خلق الحيوان طعاقب الليل والنهار أجيب يعني أشرح الشمس والأرض وعلاقة الأرض بالشمس والقمر كأكويكب بتابع للأرض والكلام ده كله وأقول ده جزء من تفسير القرآن يعني ده في إفراط شوية طبعا كنا أقول أن الله ترك على أرشدنا إلى اختلاف الليل والنهار يعني تعاقبهما في كل يوم وأنه النقص من هنا لحساب الزيادة هنا والعكس بالعكس وده الآن عندنا معاذلات معاذلات دقيقة جدا بتدخل خط الطول وخط العرض لو تدخل العلامة مثلا غياب قرص الشمس فبيقوم يديك الأمر بالإيه بالساعة الساعة والديقة والثانية طبعا من نفرة القول بس عايز أن أنبه بعض الإخوة بيتكلموا على أنه ممكن يكون ساكن على البحر أو كان معزوم مثلا في عند صديقه على البحر وشاف الساعة وشاف الشمس ولا أثر دقيقة نتيجة يعني أو نحو ذلك أو قريب من هذا يعني أظن أن المعادلة بتبقى بالثواني وأنه المنشور في التقاويم أو حتى برامج الكمبيوتر بيبقى بالدقيقة بيعمل إيه هو في الثانية هل بيقرب ولا بيحزف دي اختيار للي بيعمل برنامج لو بيعمل برنامج كمبيوتر أو للي بيين وهكذا ثواني يكون بعض التقاويم بتختار تحزف الكسر تحزف الثواني والبعض يقربها إذن إنت ممكن يكون عندك دقيقة زيادة أو لقص حسب طريقة الحساب لو احتطت لهذه الدقيقة على الأقل تكون رددت الأذان ونحن ذلك ما فيه يعني ده لكن طريقة حساب المغرب في كل التقاويم لأن دي علامة برزة جدا وهسقط قرص الشمس دقيقة للغاية لكن ممكن فرق الثواني حيعمل في الأقصى دقيقة عايز تحتط له هيبقى يبقى هنا تعقب الليل والنهار والزيادة كل دي أشياء وارد نقولها مرة وارد نقولها بس لما نقولها نبقى فاهمين أن دي ليست داخلة لا في منطوق الآية ولا فيما يستفد منها ولا خلنا الله ترك على أشارة إلينا أن نتدبر في اختلاف الليل والنهار ونحن مثلا في علم الفلك علمنا بعض التفاصيل ممكن تزيد هذا التدبر بهاء ولو نقل طيب هم لا يعقلون ما الذي يعني الإنسان مش هيقدر أبدا يقاوم الفطرة بأنه يقر بشيء ثم ينازع في الإقرار بنتيجته اللي هي مفروض مترطبة عليه ترطب مباشر فبيحصل نوع من الأنواع الخمر خمر العقول يعني خمر النفوس وخمر الأن الإنسان يبتقي بيشرب الخمور لك عايز يجيب عن الوقت عنده ألام عنده ألام بدنية أو نفسية يوم يجري والعزو الله يفر إلى الخمر طيب ما هو هنا برضو دول عملوا إيه بقى يعني عشان يسكتوا صوت الفطرة في قلوبهم بل قالوا مثل ما قال الأول يبقى هم لا يعقلون أفلا تعقلون القرآن لم ينتظر منهم إجابة منعهم من العقل والتدبر أنهم يعني في أهوائهم في غمراتهم ساهون في أكثرهم للحق كارهون كل كلام ده مر بينا طب إيه الحين بقى عشان يقدروا يستمروا يقدروا يسكنوا نفسهم فضلا أنهم يخداعوا غيرهم ما لم يعقلوا ولم يتدبروا ولم يتأملوا بل كرروا ذات الحجج التي رددها كل المعاندين وكل الملأ من أقوام الرسل الذين سبقت الإشارة إليهم في الآيات السابقة ففي قضية الرسالة قالوا يعني أنهم يريدون ملكا لا يريدون في قضية البعث لم يكن عندهم من علم إلا النفي المجرد يقول تعالى قالوا أئذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لما بعثون طبعا المعنى واضح يقول في التسماس قالوا أئذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا في طراب الأرض نحية مرة الأخرى هذا لا يكون ولا يتصور طيب أنت مش متصور جاء كما يقول عندي دليل أنت الآن بتيجي يعني يقول لك تسمع مثلا الناس طلعوا الأمر تسمع مش عارف إيه أنت لو أنت قاعد في بيتك كده هقول لا أستبعد طيب لما هاي قل في دليل طب هات الدليل طب الدليل ده إيه يأما تجربة مادية في الأمور المادية المحسوسة يأما خبر من الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون طيب هنا الادعاء رسول أو ردل يدعي الرسالة طبعا وهو يعني أصدق الصادقين في هذا لكن ده نقول في مناظرة الكافر ردل يدعي الرسالة من الله أنه هو الذي خلقك وانت مقر بأنك انت مخلوق عاجز لازم لك خالق ومقر بأن الخالق هو الله والآن يأتي كما يقول أنه رسول من الله معه آيات بينات تدبر فيها وتأمل فإن وجدت معه آيات بينات تدل على صدقه وهو يخبرك بأنك بعدما كنت طراما وعظاما من الذي خلق هذا هذا الخلق يعني من نطفة من ماء مهين لذلك الآيات بدأت بذكر هذا والأب الأول من ما هو كان طراب من سلالة من طين طيب أنت بعدما ترجع الكلام هذا كان إذا تقر بأن الله ترك عليه والذي خلق هذا بلا شك أنه إذا جاءك الخبر من عند ذلك الخبر أنه يبعثك ويعيدك فيجب أن تؤمن نطف كن كن ينت يعني لو إن واحد يقول بتصوره الشخص هو لا يعني إنه مستحيل يعود أو ده كلا ماشي ده لو تصورك الشخص لكن الآن الإدعاء أن ثم تدليل قطعي على أن ك تبعث ناقش هذا الدليل ولا تحلن إلى تصوراتك المبنية على لا شيء إنك مستغرب مندهش مستبعد لا معك حجة لذلك حتى يعني اليوم هذا معظم الاعتراضات اللي بيعترب بها الناس على معاني شرعية ويعرضوا الشرع بعقولهم ويقولون دي تعرض العقل نحن نقولهم لا جزما مستحيل لكن خذوا بالكم الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول تأملوا كده الحتة اللي انت بتقول الأول قبل ما ننتقل النقطة الثانية من المناقشة لأنه لهم مصممين إنها محالات العقول من نقش ومن بيهن لهم فضل الله تورك تعالى مستحيل تبقى في مسألة هذه قضية نحن نعتقدها إجمالا ونطبقها تفصيلا وهذا أعظم مآثر شيخ السلام التيمية رحم الله تورك تعالى درء تعرض العقل والنقل القاعدة الإجمالية إنه قررها بثقة ويقين لأنه يستحيل أن يتعارض الشرع الصحيح مع العقل الصريح ثم التطبيق العمل بالتزامه بأنه ما من مسألة يدعي فيها مدعي أن هناك شيء من الشرع يعارض العقل فهو يجيبه عليها وكان هذا مشروع العظيم جدا الذي يعني استعمله الله تورك تعالى فيه فأوقف طيار الإلحاد طيار الباطنية وطيار انهيار الدين وإلى يومنا هذا تنهل الأمة من هذا المنهل وإلى يومنا هذا يعاديه الذين كانوا يتمنوا لو لم يكن ثمة شيخ سنتيمية ويتمنوا لو أنه طلم أنه يوجد وأعاق مشروعا قبل سبعة قرون أن يذول طراصه الآن ليكون مشروعا جديد بعدما اكتسب رونقا واكتث بثوب قشيب من التقدم العلمي ونحو ذلك وما ذال من يقف أمام علمانيتهم هم الذين تتلمذ على كتب شيخ سنتيمية والذين أدركوا أنه يستهيل أن يتعارض الشرع والعقل قط ويبحثون في كل مسألة يذيلون بها الإشكال فيبقى المؤمنون بفضل الله تبارك تعالى على إيمانهم سالما من المعارضة سالما مما يمكن أن يدفعهم إلى الشك أو التذبذب هذا هو أعظم طرف شيخ الإسلام التنمية ومن أجل هذا يجتمعون على محاولة إسقاطه وسبحان الله يقيم الله تبارك تعالى له من يدافع عنه بعدما صار هو ترابا ولكن بقيت آثاره رحمه الله تعالى نعود إلى أولا لم يكن لهم من حج إلا الاستبعاد قالوا إذا مدنا وكنا ترابا ومعظم لأننا لم يبعثون أما الحج الأخرى فيأغرب بكثير من سابقتها حيث قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل وإن هذا إلا أساطر الأخ طيب يعني كأن القضية أن الأباء وعدوا بهذا ثم اتضح أن الوعد غير صحيح طيب الأباء وعدوا بأنهم سيبعثون يوم القيام والأباء ماتوا ولم يأتي خبر عنهم يخبرنا هل وجدوا ما وعدهم ربهم حق لا هذا ولا ذاك ففيما الاحتجاج بهذه الحجة إلا التشغيب كما ذكرنا هو أفلا تعقلون لا يعقلون طيب كيف يسطرون تلك السوء أمام أنفسهم أولا كيف يكتمون الفطرة التي في نفسهم وقلوبهم كيف يسيطرون على الأتباع بمثل هذه الحجة التي ليس شيء منها حج طيب إذا أنتم لا تريدون أن تتفكروا أنتم تعلمون أن الله الذي يحي ويميت وأن الله اختلاف الليل والنهار فلم تتفكروا لم تسألوا أنفسكم فسيسألكم القرآن فهل أجبتم وانطلقتم من هذه الأسئلة إلى التدبر علكم أن تعرفوا أو تحكموا حكما قائم على إعمال للعقل هذا الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق أم ماذا وإذا انتقلت الآيات بعدها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون هذا إن شاء الله ترك تعالى نتناول في الغد بإذن نترك تعالى سبحانك الله وحمد 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 اشتركوا في القناة